بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا النداء الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله ومن خلاله لكل مؤمن بالله أن يقيم الصلاة في كل مفاصل الزمن اليومي بحيث تكون الصلاة الحزام العبادي الذي يتحزم به صلاتان الظهر والعصر يمتدان إلى الغروب وصلاتان المغرب والعشاء تمتدان إلى غسق الليل إلى نصف الليل وقرآن الفجر الذي يمثل على صلاة الفجر التي ينفتح الإنسان فيها على القرآن الذي تتضمنه الصلاة إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني الإنسان الذي يصلي صلاة الفجر هذا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار لأنه حسب ما هناك في بعض الأخبار أنه للليل ملائكة موظفون فيما أوكل الله إليهم من مهمات في الليل وهناك ملائكة في النهار موظفون بما أوكل الله إليهم المهمات في النهار ولذلك في وقت الفجر يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيكتب ملائكة الليل يكتبون صلاة الفجر في دفترهم ويكتب ملائكة النهار صلاة الفجر في دفترهم ولذلك الله ميز صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبودا يعني كما ورد في بعض الأحاديث أنه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فتكتب هنا وتكتب هناك ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على أن يستيقظ ليصلي صلاة الفجر أو صلاة الصبح حتى يحصل على هذه المكرمة والفضيلة حيث يشهد له هؤلاء وهؤلاء بصلاته ليتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أيضا ثم في أعماق الليل هناك صلاة الليل التي هي زائدة على الفرائض نافلة لك يعني زائدة على الفرائض التي فرضها الله عليك باعتبار أنها مستحبة مستحبة والله ميز هذه الصلاة في أن الإنسان الذي يصلي صلاة الليل فإن الله سيبعثه سيبعثه في مقام محمود يعني يحمد عليه بما يحصل له من الثواب الكبير وقد ورد في بعض الآيات يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيون فإذا نفهم من هذا أن الله يريد للإنسان أن يستوعب الوقت في الصلاة حتى إذا ابتعد عن ربه في بعض آناء الليل وفي بعض أطراف النهار فإن الصلاة تأتي إليه لتذكره بربه لينفتح على ربه وليخاف مقام ربه وليعبد ربه وليطيع ربه فدور الصلاة إنما هو دور العبادة التي تذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى في آناء الليل وفي أطراف النهار حتى يحس الإنسان دائما بحضور الله أمامه وكلما أحس الإنسان بحضور الله في كل حياته كلما اتقى الله أكثر وكلما توازن أكثر وكلما انضبط أكثر ولهذا جاء وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعرفنا عن أهمية الصلاة الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها وهكذا أن رسول الله شبهها بعين ما إن تكون على باب المرء فيغتسل منها خمس مرات في اليوم فلا يبقى عليه شيء من السيئات أو من القذارات التي تمثل السيئات لهذا على هالأساس الإنسان ينبغي أن يهتم بصلاته أن يهتم بها وأن يحافظ عليها وأن لا يتركها مهما كانت الظروف وأن يعيش داخلها في خشوعه وفي توجهه إلى الله ما أمكنه ذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ثم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق عندما تصلي لربك وعندما تجلس لتدعو ربك بعد صلاتك في حطار التعقيب ادعو ربك بأن يجعل دخولك في كل ما تدخل فيه في الحياة من علاقات ومن مشاريع ومن انتماءات ومن مواقف ومن مواقع أن يكون مدخلك مدخل صدق بحيث أن يكون مدخلا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى بحيث أنك ما تدخل في أي موقع من المواقع وفي أي مشروع من المشاريع إلا بعد أن تعرف أن هذا الموقع يمثل الصدق والصدق هو يمثل الحق والحق يمثل رضا الله سبحانه وتعالى بحيث الإنسان لا يجعل دخوله فيما يريد الناس له أن يدخل فيه خاضعا لحالة مزاجية أو خاضعا لحالة عاطفية أو لمصلحة مادية بل يجعله خاضعا لقناعاته بأن هذا المدخل الذي أدخل فيه هذا فيه رضا الله سبحانه وتعالى وفيه الالتزام بالحق وكذلك إذا أردت أن تخرج من موقع أو من شيء فكر أن يكون خروجك مخرج أن يكون مخرجك مخرج صدق يعني بحيث تعرف أن خروجك من هذا الموقع أو من هذا الموقف أو من هذه العلاقة أو من هذا الانتماء هذا فيه رضا لله سبحانه وتعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أن يكون دخولك في أي موقع برضا الله وأن يكون خروجك في أي من أي موقع برضا الله سبحانه وتعالى وهذا ما عبرت عنه بعض الأحاديث التي تقول أن المؤمن لا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن ذلك لله رضا إذا أراد أن ينفتح على أي موقع فإن عليه أن يعرف أن فيه رضا الله وإذا أراد أن يتراجع عن موقع فإن عليه أن يعرف أن في ذلك رضا الله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا النصيرا أعطني يا ربي في حياتي القوة لأن كلمة السلطان تعني السلطة وتعني القوة أعطني يا ربي السلطة والقوة التي أستطيع فيها أن أحصل النصر وأن أحصل الوصول إلى النتائج الكبيرة لأن الله يحب لعباده أن يفكروا في حياتهم وهم في خط طاعته وفي خط رضا أن يفكروا أن يكون لهم السلطان النصير القوة لأن الله يريد للمؤمن أن يكون قويا ولا يريد للمؤمن أن يكون ضعيفا أن يكون له سلطان على الذين يعادون الله ورسوله من خلال ما يملكه من قوة واجعل لي من لدنك من عندك سلطانا نصيرا وقل وأنت تتحرك في الحياة وأنت تنفتح على الحياة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إن الله يريد أن يقول للناس الذين قد يشعرون بمرض العقل وبمرض القلب وبمرض الإحساس والشعور وبمرض الحركة في الواقع لأن الإنسان كما يصاب بمرض في جسده كذلك يصاب بمرض في عقله من الناحية المعنوية للعقل وفي قلبه وفي إحساسه وفي شعوره وفي حركته لذلك الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نقرأ القرآن وأن ننفتح على القرآن وأن نتدبر القرآن لنجد في القرآن شفاء من كل الأمراض النفسية والروحية والعاطفية والحركية من كل هذه الأمراض التي تصيب الإنسان النتيجة غفلته ونتيجة نسيانه لربه ونتيجة عقدة النفاق في داخله ونجيجة الأقذار التي تعلق به من خلال بيئة فاسدة هنا ومجتمع فاسد هناك لذلك على الإنسان أن يقرأ القرآن قراءة وعي يشفي بها مرضه النفس والروح وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فالله جعل القرآن رحمة للإنسان الذي قد يعيش نقاط الضعف في حياته وقد يعيش الألم والحزن وما إلى ذلك فإذا قرأ القرآن وانفتح على الله واقترب من الله فإنه يشعر برحمة الله سبحانه وتعالى تنزل عليه ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أما الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا أنفسهم بالمعصية هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن وابتعدوا عن القرآن فإنه لا يزيدهم إلا خسارا لأن الإنسان كلما ابتعد عن القرآن أكثر وكلما انفصل عن آياته أكثر كلما عاش الخسارة الروحية والفكرية والعملية ثم الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أن بعض الناس إذا جاءته النعمة أعرض عن ربه واستغرق في نعمته ولم يعرف أن هذه النعمة هي من الله أما إذا مسه الشر فإنه يبدأ في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والله لا يريد للإنسان أن يكون كذلك إن الله يريد للإنسان عندما ينعم عليه أن يلجأ إلى الله ليشكره على نعمته وليطلب منه أن يبقي له هذه النعمة وإذا مسه الشر فإنه يلجأ إلى الله ليصرف عنه أن يكون حاله في الرخاء في ابتهاله إلى الله كحاله في الشدة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأ ابتعد بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوس يعيش اليأس ويعيش الإحباط قل كل يعمل على شاكلته كل واحد ينطلق في حركته في الحياة وفي كل أعماله ومشاريعه على حسب الصورة التي يحملها في نفسه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان على أساس أن يكون فكره وأن تكون مشاعره هي التي تحدد له حركته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم لذلك لا بد للإنسان أن يعرف كيف يصوغ نفسه لا بد أن يعرف كيف تتشكل نفسه كيف هل تتشكل على أساس أن يكون شكلها شكل الخير أو تتشكل على أساس أن يكون شكلها شكل الشر قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما يتحرك به الإنسان في كل حياته وعلى ضوء هذا أيها الأحبة لا بد لنا من أن نستوحي هذه الآيات على أساس أن نقترب من الله أكثر وأن نعرج بأرواحنا إليه في صلاتنا وفي دعائنا وفي ابتهالاتنا سواء في ساعات ساعات الشدة وساعات الرخاء وأن ننطلق في مواقع الصدق في مداخلنا ومخارجنا وأن نرسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا مدخل صدق في الدنيا في طريق الحق وأن يدخلنا مدخل صدق في الآخرة عندما يدخلنا جنته وأن يخرجنا مخرج صدق في الدنيا عندما يخرجنا من مواقع الشر وأن يخرجنا مخرج صدق في الآخرة عندما يخرجنا من التعرض من النار وهكذا أيها الأحبة لا بد لنا أن نعيش مع الله وأن نلجأ إليه وأن نصبر على بلائه وأن ننفتح عليه وعلينا أن نتذكر دائما قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين كلما ازداد الإنسان صبرا كلما ازداد الله له محبة وازداد الله له رحمة وازداد الله له عناية أولئك الذين إذا أصابتهم مصيبة في أنفسهم وفي أهلهم وفي أموالهم وفي أمنهم وفي كل شيء قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نحن ملك الله لا نملك أنفسنا ونحن إليه راجعون لنقدم إليه حساباتنا أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لذلك كلما صبرنا أكثر كلما حصلنا على صلوات الله علينا أكثر وعلى رحمة الله علينا أكثر وعلى شهادة الله لنا بأننا المهتدون ثم الجائزة الكبرى أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واصبر على ما أصابك لا تكن ضعيفا لا تسقط أمام المصائب لا تسقط أمام البلاء واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر